السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مستمرين حضرتكم في المجلس الرابع من سلسلة الطريق سلسلة طلب العلم الشرعي العقيدة الشمائل المحمدية الفقه على المذاهب الأربع الأخلاق والتزكية الله الرسول الإسلام النفس أربع محاور أربع كتب لطلب العلم الشرعي بندرسهم مع بعض أول كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي المتوفى 321 هجريا تكلم عن أركان الإيمان ومنها بنتعرف على الله تلكتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي متوفى 279 هجريا 79 ولا 76 تستلم أقولك 279 هجريا وبنتكلم فيه عن صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية والخلقية بعدين كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربع لدكتور محمد بكر اسماعيل المتوفى سنة 2006 من علماء الأظهر الشريف بنتكلم فيها عن المذاهب الأربع وآراءهم في المسائل الفقهية ثم بعد كده أيها الولد للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي متوفى 505 هجريا نتكلم فيه عن الأخلاق وتزكية النفس والقضاء على أمراض القلوب والتقرب بالقلب لربنا سبحانه وتعالى يلا بسم الله نبدأ على طول مع بعض كتاب العقيدة وصلنا في كلام الإمام الطحاوي في كتابه العقيدة الطحوية قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال ما زال يعني ما زال الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأن الله على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل شيء عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دهب درر من الدهب جوائر وراء كل كلمة معنى يفرق معك جدا في فهمك واعتقادك في ربنا وزي ما اتفقنا الألفاظ ممكن تبقى صعبة شوية لكن كل ما تلاقي صعوبة في الألفاظ تعرف أنه فيه نمو هيحصل في معلوماتك وفكرك لما تلاقي فيه صعوبة في العلم وبالتيسير زي من مشايخ شرحوا لنا أوصل لحضرتكم بيقول الإمام الطحاوي ما زال الله بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته الله سبحانه وتعالى صفاته ما اكتسبهاش بأفعاله إنما صفات ربنا سبحانه وتعالى هي صفات لذاته قبل وجودنا بل أزلية هو ربنا سبحانه وتعالى هو الأول الزمن ربنا مش جزء من الزمن ربنا خارج الزمن ربنا خلق الزمن وبالتالي يعني هو كان ربنا سبحانه وتعالى قدير من إمتى هو ربنا قدير على طول وده معنى الأزل ليس هناك زمن عند الله الزمن ده مخلوق ربنا خلقه حينما أراد اللي احنا بنحسبه بالثانية والدقيقة والساعة واليوم والسنة كده من المخلوقات ربنا لا يخضع ربنا للزمن وبالتالي ان النهاردة مثلا راجل متسرع لكن اعدت مرة نفسي على الصبر فبقيت صبور بعد شوية جد انت ونفسين الاربعين بتتعامل معايا لقيتني انسان صبور لا استنى انت شفتني في العشرينيات عمل ازاي كنتو حش قوي اه انما الصبر بالتصبر انما الحلم بالتحلم احنا اما الله فصفاته ازلية صفات ذات يعني مش بالاكتساب وبالتالي لما ربنا خلقنا بقى خالق قال له لا ده هو خالق فخلقنا فلم يكتسب صفة لما احنا جينا هضرب لك مثال علينا احنا مع بعض انت عزمتني عزوما كبيرة اوي فانت بقيت كريم لا ده انت علشان انت كريم الصفة فيك عزمتني فالعزومة كانت مظهر مظهر يعني صورة من صور كرمك فالصفة فيك ظهرت في مش لما انت عزمتني بقيت كريم لا انا ما كنتش هتعزم العزومة الحلوة دي الا عشان انت كريم فالصفة فيك الاول ولله المثل الاعلى فهمت الكلام ده تعالي نقرأ مع بعض بيقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه قديم يعني ملوش اول مش قديم يعني من زمان لا قديم يعني ليس له اول وتكلمنا في المرة اللي فاتت ولا قبلها على المسألة دي لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته لما ربنا خلقنا ما اكتسبش مثلا انه غفور لما احنا غلطنا فغفر لنا فبقى غفور لا ده هو عشان غفور لما احنا غلطنا ظهرت مغفرته علينا تجلى بالمغفرة علينا فالصفة ظهرت اللي هي عند ربنا فما زددش بينا حاجة شفت ربنا بقى عظيم ازاي لما عمل قالوا لا ده هو عشان عظيم عمل ده لكن انا النهاردة قعدت مرا على ابداع الهندسة وابدع 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 فعمل ازداد ابداع فعملت بعد كده الهرم فانده انت بقيت شاطر اوي لا ربنا ما بقاش ربنا مش بيستجد حاجة على صفاته او على علمه فربنا سبحانه وتعالى لم يكتسب شيء بوجودنا كما كان بصفاته ازليا كذلك لا يزال عليها ابديا طب ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يقوم يوم الايامة يدخلنا الجنة ان شاء الله ونفرح ونمبسط خلاص كده مش هيغفر لحد وقفت صفة المغفرة قالوا لا وقفت صفة القدرة قالوا لا وقفت صفة القهار المنتقم ايا كان قالوا لا صفات ربنا صفات ذاته حتى لو احنا مشينا وروحنا الجنة وانبسطنا وادلعنا يبقى بس صفة الكرم يعني شديد العقاب سريع الحساب راحت قالوا لا هذه صفات الله سبحانه وتعالى ازلية لا تنتهي ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ربنا بقى خالق لما خلقنا لا هو اصلا خالق فعشان هو خالق ظهرت صفة خلقه في انه خلق مخلوقين لو احنا يعني وغيرنا ولا باحداثه البارية استفاد اسم الباري الباري الذي انشأ الشيء على غير مثال سابق برأته الشيء يعني طلعته ما كانش موجود من قبل كده فما استفادش اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب هو مش لما احنا بقى موجودين بقى ربنا رب لان في مربوب مربوب اللي هو احنا مفعول به فازاي هيبقى رب وما فيش مخلوقات فعشان في مخلوقات هو بقى رب لا هو رب لما احنا جينا اتعرفنا على ربنا بقى ربنا احنا ربنا الذي عرفناه لكن وإحنا مش موجودين هو رب سبحانه وتعالى مالك الكون خالق الأكوان طب ما فيش أكوان ربنا خلقه صفة الخلق فيه وإلا ما كانش خلق زي ولله المثل واعلى ما بشرح لك انت عزمتين عشان انت كريم فالكرم ظهر علي فبدون المخلوقات المربوبين هو رب لم يكتسب صفة الربوبية عشان احنا موجودين قال له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما انه محي الموت بعدما احيا يعني لما ربنا احيا الموت قلنا ده ربنا محي الموت استحق هذا الاسم قبل احيائهم حتى لو ربنا سبحانه وتعالى احنا ما نعرفش انه احيا ما شفناش ميتين ربنا احياهم هو محي الموت هو قال النصفة كده فصفة انه محي الموت سبحانه وتعالى كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم وبعدين الكلام جميل قال ذلك بان الله على كل شيء قدير الله وكل شيء نفسك تمدي ايدك عليه تمدي ايدك وتوصله يعني تترغبه يعني وتنوله لو ربنا يريد وفي حكمة وخير ليك ربنا هيعمل كده لانه على كل شيء قدير وكل شيء اليه فقير فقير يعني محتاج فيش مخلوق في الاكوان يعرف يعيش من غير ربنا لا احنا نعرف نتنفس ولا روحنا تبقى في جسمنا من غير ربنا ولا في جماد او نبات او حيوان او انسان من الظرة الى المجرة كل ده بسبب المدد ايوة لازم تعرف المعلومة دي احنا مش ماشيين بتدافع الذادي احنا ربنا بيدينا المدد كل لحظة لو المدد ده تشال انت مش هتبقى موجود من اول مدد الانفاس لغاية مدد بقاء الروح مدد الدم اللي بيجري لو وقف في دماغي افقد الذاكرة وتجيلي جلطة خب بقى الكلام ده على كل والشمس والقمر والنجم والشجر ويسجدان والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير مش بمزاجها ايا بالامر ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى والقمر قدرناه منازل دورية يبقى فول مون زي ما احنا بنقول كده مكتمل ثم يصغل والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون امر من ربنا كله باللحظة لدرجة ان من ثبات امر الله الناس الكرام بتوع علم الفلك يقولك المغرب بعد كام سنة الساعة كام ايه ده يعني الشمس مش هتقول لربنا لأ في يوم كله بامر الله لان كل المخلوقات فقيرة الى الله وكل شيء اليه فقير وكل امر عليه يسير اه دي وزنها كيلو اعرف اشيلها طب لو وزنها الفين كيلو امعرفش اشيلها ليه لان قدراتي ليه عضلاتي قدراتي اقل من الوزن ده لما قدراتي تبقى اعلى اقدر اه ده مش ربنا ربنا سبحانه وتعالى ما بيعملش حاجة بسهولة وحاجة بصعوبة انما امره اذا اراد شيئا شيئا اي شيء ان يقول له كن فيكون الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لأسباب فهو يرزق بالسبب ويرزق بغير سبب ويرزق بضد السبب احلى تلت ايام ولا كم يوم عاشهم سيدنا ابراهيم فحياتك تجوه النار اللي ترمى فيها وكأنه كان عايش في الجنة عشان ربنا قال للنار بردا وسلاما وتعالى ما فيش حاجة لما الاسباب توقف كده وما فيش حد يوقف جنبك والابواب تتقفل تتقول له ربنا هتعملها ازاي ماشي هدعي بس هيعملها ازاي فقال له من حيث لا يحتسب عمل تحسبها بعقلك اللي قد كده ده اللي هو ممكن ييجي عقل واحد اذكى منك يقول لك فكرة تحلها ويجي واحد اذكى منه يعقد له الفكرة يجي واحد اذكى وازكى يقول له الفكرة فيحلها ونقعد احنا نعقد ونحل في بعض بعقلنا المختلفة في الافكار لكن ربنا بردا كله يكون فيكون وكل شيء عليه يسير لا يحتاجه الى شيء ما عندوش غرض مش عايز يقول لك صلي عشان حاجة في عظمته مثلا او زكي عشان محتاج ان يوزع الفلوس صح او حج عشان تثبت له انك بتحب كل ده صفات نقص ورباش محتاج حاجة كل ده ليك يطلبه منك لك حتى البلاء قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا حتى البلاء اصلا جزء من قصتك لك لا يحتاج الى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير توقف هنا نكمل ان شاء الله المجلس الخامس من كتاب العقيدة الطحوية ان شاء الله